قال الجيش الحر إنه قصف منزل رئيس السوري بشار الأسد في حي المالكي بقذائف الهون وإن قذيفة سقطت خلف المنزل مباشرة بالقرب من القاعة الشامية في دمشق وذكرت شبكة شام الإخبارية أن عددا من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف القوات الحكومية مخيم اليرموك جنوبي دمشق وقالت الشبكة إن الجيش الحر دمر مدرعتين في المخيم تبعتين للقوات الحكومية وذكر نشطون عن القوات السورية قصفت مسجد فلسطين في المخيم واقتحمت مسجد الأكرم في ضاحية المزة في العاصمة السورية